اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه وتمنياتهما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بدوام التقدم والازدهار وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي وصلت إليه أفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالدعم الذي قدمته مملكة البحرين لباكستان أثناء الفيضانات التي اجتاحت باكستان عام 2022 بإرسال مساعدات إغاثية للمتضررين والذي كان له بالغ الأثر في تخفيف معاناتهم وكذلك أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة جلالة الملك المعظم وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين خاصة في المحافل الدولية لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والأمة الإسلامية وفي نهاية اللقاء طلب رئيس الوزراء الباكستاني نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه متمنيا لسموه طيب الإقامة في باكستان من جنبه شكر سمو رئيس الحرس الوطني رئيس الوزراء الباكستاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار حضر اللقاء السفير محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية واللواء الركن عبد الرحمن راشد السعد مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني